المزيد عن تنظيم مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو تحالف الوطنية للعمل الاهلية التنموية فعالية لتوزيع ملابس على الاطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك نتابعه مع مرسلنا تموثي اهاب والذي وفانا بالرسالة التالية تحياتي لكم مشاهدين وتحياتي للزملاء وحييكم من هنا من مقر مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والذي يقيم فعالية من خلال مؤسسة راعي مصر اليوم لتوزيع عدد من الملابس بمناسبة تعيد الفطر المبارك كل عام وحضراتكم بكل خير على المحتاجين من الاطفال من الاسر الاولى بالرعاية يعني البهجة هنا تعلو وجوه الاطفال الذين يتجاوز عددهم عدد المستفدين من هذه الفعالية اليوم تسعمائة وخمسين طفلا يتجاوز عددهم اليوم في هذا المقر تسعمائة وخمسين طفلا بينما يتجاوز العدد الإجمالي لهذه المبادرة مبادرة فرح ألبي ضمن مبادرات مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني يتجاوز عدد المستفدين فيها من الاطفال الذين سيتصل اليهم ملابس العيد خمس تلاف طفل هذا العدد الذي يستفيد من هذه المبادرة من خلال مبادرة فرح ألبي يعني يحصلون على الملابس المختلفة من أطقم كاملة للملابس الخروج وكذلك ملابس المنزل وكل احتياجاتهم من الملابس لعيد الفطر المبارك ويمتاز هذا المعرض في هذه الفعالية بكونه معرض يتجول الأطفال فيه لينتقوا ملابسهم يدخل الطفل إلى هنا وينتقي ملابسه كما يشاء ليكون فرحا بها كذلك يحصل الطفل على لعبة ويجد وقتا للعب وفقرات للترفيه ربما كانت هذه الصورة من هنا ضمن هذه المبادرة ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهل التنوائي الذي لم يألو جهدا منذ تأسيسه لإدخال الفرحة وتوفير كافة الخدمات المطلوبة للمواطنين وأهلين الأولى بالرعاية بكافة أوجه الخدمات أعود بالكلمة مرة أخرى إلى الاستوديو